أكلت جزمز إيطالي غير شكل شي بيمزع العائل الله وكلكم كنا ماشيين بهالطريق وإذ لقينا هاي المنطقة لقينا لكون هيك طاولات وكراسي وفوقنا شجرة زيتون وورانا نبعت مي بس إحنا فرنسا هيك مهندسينا شوي لنبعت المي مساوينا مثل حنفية وطبعا إحنا وبالطريق لقينا شوية بيض بلدي مثل ما أنت شايفين زبطناهن وهيك ونزلنا غراضنا وكشتنا هلا شو بدنا نعمل؟ بدنا نساوي أطيب جزمز إيطالي هلا كل ما هنا لك منجيب المقلاية ومنجيب زيت الزيتون ومنحط هيك شوية زيت زيتون طبعا الجزمز الإيطالي يفضل تحطه زيت زيتون نكهته أطيب عندي هون بندورة هو الأفضل أنه تحطه بصل لازم تقلو شوية بصل تقطعوه ناعم بس يجي نوم ما معنى بصل يعني ما ناكل جزمز لا منساوي له جزمز بس بالبندورة بهذا الشكل بدنا نقلي البندورة شوي بالزيت النبعي اللي حطونا يا الله يخلينا ياهن ومنغسلهم هيك بالمي الباردين شان يتنعنا شو منيح بهذا الشكل هلا منجيب الريحانات ومنحطهم هيك فوقهم بهذا الشكل كما تشايفين منقطفهم ما بدنا اللعروق الاسميكة هاي ما بنستفيد منها هلا منجيب شوية ملح منحط هيك عليهم شوية ملح لازم نملح كتير منيح للبندورة ما فيهم ملح وبنلسا بدنا نحط البيض فكمان منحط عليهم شوية فلفل خشن بهذا الشكل ريحة كتير طيبة للبندورة وخصوصا اذا معها بيض يا سلام هلا منقلبونا هيك مع بعض شوي كل ما هنالك منيجي مناخد واحد من هالبيضات البلدية ومنبدأ نفقسهم بدنا حوالي البيضتين بيكون تمام بس بدون ما نحرك ولا نعمل اي شيء منفقسهم بهذا الشكل بس شوية ملح كمان هيك علي الوش وشوية فلفل خشن كمان هيك علي وش البيض متما انت شايفين بيكون كافي هلا شو بدنا نعمل منجيب غطا ومنحطو ع الوش تقريبا تلت دقايق بس بدنا البيض يستوي شوي على حرارة متوسطة ومنرجع بنشوف شو بيصير معنا هلا عدو تلت دقايق اربولي لهون لو رجيكم الجزمز ايطالي على اصوله اربوله هون وشوكم على هالمنظر هاد المنظر مشان صحتكم هلا شو بدنا نعمل صار الوقت ندوق بس ندوقوا هيك لحاله ما بيصير مجيبنا خبز فرنسي من واحد من المخابز الفرنسية الضريفة كتير كتير بكان من البيض هيك لازم يكون اذا كان مستوي زيادة ما بينطلع ناجح مية بالمية هلا بنقول بسم الله يا كريم ومندوق انا بتعرفوني بحب الجزمز خيرات الله بقى لازم نزبط لعمة تانية على كيف كيفكم بنيجي هيك من تحت بهالخبز بناخد هيك من البندورة ومنغوص هيك بوسط البيض شايفين يا سلام على هاللعمة بسم الله يا كريم وتعملوا جزمز وتحطوله بيض عيون افضل نتيجة للبيض انشان يطلع معكم من نكهة خرافية وقت يكون الصفار هيك دايب دوابان متى ما انتم شايفين لسه مو مستوي بيعطيكم افضل نكهة عن جد الخبزة مع الجزمز بذاته عاطي نكهة مو طبيعية قسطورية بكل معنى كلمة عن جد هذا الجزمز الصح اذا بدك تنبسط بحياتك بدك تطلع على مكان متل هادو تساوي جزمز ايطالي متل اللي قدامي تمام اربوا لهون لو رجيكم يا تطلعوا البيض هيك لازم شايفين سفار البيض هادو السفار بيعطيكم افضل نكها هيك منغطة بالخبز الفرنسي وعليه الريحان يا سلام هيك انتم بتضمنوا صحتكم على الاربع والعشرين بسم الله يا كريم اسطورية اكلة جزمز ايطالي غير شكل شي بيمزع لعائل هلا بننقلكن مخسيب الكوب اشتركوا في القناة